موسيقى يترقب عشاق نادي الزمالك مشاركة الفريق الاول في بطولة السوبر المصري الفين واربع وعشرين والمقرر انطلاقها في العاصمة الاماراتية دبي في العشرين من اكتوبر الجاري وتستمر منافساتها حتى الرابع والعشرين من الشهر ذاته ويتنافس الزمالك مع بيراميد على لطاقة الترشح لنهاء كأس السوبر المصري والذي يقام بمشاركة اربعة اندية للمرة الثانية في تاريخ المسابقة ويلتقي الفائز من مواجهة الزمالك وبراميد امام المنتصر من لقاء الاهلي وسيراميكا كيلو باترا على اللقب واخذ الفارس الابيض منافسات السوبر المصري بمعنويات مرتفعة بعد عناقه لكأس السوبر الافريقي على حساب غريمه الاهلي في الرياض قبل اسبوعين ماضيين ويعتبر الزمالك هو اول فريق حقق لقب السوبر المصري في عام 2001 بعد الفوز على غزل المحلة بهدفين مقابل هدف في مباراة امتدت الى وقت اضافي ووقع على ثنائية الفارس الابيض يومها الثنائي حازم امام وحسام حسن كما حافظ الزمالك على اللقب للموسم الثاني على التوالي في 2002 بهدف قاتل للنجم اسامة نبيه في شباك المقاونون العرب واستمرت حكايات الفارس الابيض في السوبر المصري وحقق لقبين جديدين على حساب غريمه التقليد الاهلي في دولة الامارات العربية عامي 2017 و2020 بركلات الترجيح في المرتين ويتطلع ابناء ميت عقبة لعناق خامس لكأس السوبر المصري خلال نسخة 2024 من اجل المزيد من البدايات القوية والتتويجات قبل انطلاق مسابقة الدور الممتاز بنظامها الجديد